الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد هل الغيبة والنميمة تبطلان الصيام؟ طيب هي الغيبة والنميمة محرمة على طول في رمضان وفي غير رمضان ولا محرمة في رمضان بس؟ لا أقول لها الغيبة والنميمة كده كده محرمة في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان هقول لها خلاص يقول الغيبة والنميمة ملهاش دعوا بالصيام آه الغيبة والنميمة يعني تنقص من أجر الصيام وتنقص عموما من سواب العبد الغيب والنامiene تنقص من سواب العبد لكن الغيب والنامiene ملياج دعوه بالصيام الصيام مثلا مبطلته ايه الاكل والشرب مبطلته الجماع نزول مني في اليقظة انما الغيب والنامiene ملياج دعوه بالصيام تنقص من الاجر لكن لا تبطل الصيام والله اعلى وعلا